موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجزي أخبار الآن قال مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية لرويترز اليوم إن القوات ستبدأ هجوما لطرد داعش من محافظة دير الزور قريبا جدا وقال أحمد أبو خولة رئيس المجلس العسكري بدير الزور إن الهجوم ربما يبدأ خلال عدة أسابيع بالتزامن مع معركة مدينة الرقة أوضحت صحيفة أمريكية أن الكونغرس حصل على صور تظهر نقل مقاتلين مسلحين من إيران إلى سوريا عبر طيران الإيراني التجاري هي خطوة تنتهك الاتفاق النووي التاريخي وأثارت دعوات من المشرعين الأمريكيين لإجراء تحقيق رسمي من قبل إدارة ترامب تظهر الصور التي نشرتها صحيفة The Washington Free Bacon وزودت الكونغرس الأمريكي بها أن إيران تستخدم طيران التجارية تابع لها إيران للطيران لنقل المسلحين إلى سوريا للاندمام إلى القتال ضد القوات الأمريكية في المنطقة وتظهر الصور الجديدة التي التقطت في عامي 2016 و2017 تظهر مقاتلين إيرانيين كانوا على متن طائرات إيرانية وهم في طريقهم إلى سوريا فجر انتحاري نفسه اليوم داخل مسجد في العاصمة الأفغانية كابل وأفاد مسؤول بالشرطة بأن انفجارا وقع ثم أعقبه إطلاق نار وذكرت الشرطة أن الهجوم تسبب في وقوع خسائر بشرية وأنها تحاول تطهير المسجد ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن تنظيم داعش سبق واستهدف شيعة في أفغانستان أدانت الأمم المتحدة سلسلة من الهجمات المنسقة على قوات الأمن في ميامار ودعت أطراف الأزمة في ولاية رخين بشمال البلاد إلى الكف عن العنف وقال الجيش أن 21 متمردا على الأقل وأحد عشر فردا من أفراد قوات الأمن قتلوا في ولاية رخين مضطربة بعدما شن مسلحون هجمات منسقة على 24 موقعا للشرطة وقاعدة للجيش أعلنت اليابان تجديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال تجميد أصول شركات صينية ونامبية يشتبه بقيامها بصفقات تجارية مع بيونج يانج في سياق المساعي المبذولة لحظ كوريا الشمالية على وقف برنامجها الباليستي والنووي أمرت السلطات في ولاية تاكسس الأمريكية السكان بالإخلاء استعدادا لوصول إعصار هارفي الذي يواصل الاجتداد وقد يتحول جمعة إلى إعصار كبير سيتم إخلاء مدينتي بورتلاند أرانساس وساحليتين بورت أرانساس وبورتلاند ساحليتين في وقت حض عمدة مدينة كوربس كريستي التي تضم حوالي 300 ألف نسمة السكان على المغادرة شكرا